اشتركوا في القناة اذا بتلك الزوجة في بلدها ترى في المنام ان هذه الاخت قدمت من الحج فقدمت حجها هدية لها ففسرها الشيخ وقال لعل تلك الاخت قد اغتابتك بكلمة فاذا بحجها يقدم هدية لك الله اكبر احبتي حجها ذهب هدية للزوجة بكلمة لا نعجب احبتي ان يحدث ذلك اذا تذكرنا ان عائشة رضي الله عنها عندما اشارت على احدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قصيرة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة والله لقلتي كلمة واحدة لو مزجت بماء البحر لمزجت اي لو خلطت بماء البحر لغيرت لونه ورائحة نعم انها الغيبة احبتي هذا اللسان اخي الكريم اختي الكريمة خطير جدا ولذلك انظروا الى تلك المرأة التي ذكر الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها سليطة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هي في النار وقالوا يا رسول الله امرأة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بقليل باثوار من اقت ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة نعم انه اللسان احبتي احفظ هذا اللسان لتنل الرضوان وتصل الى الجنان اخ الغالي اخ الحبيب لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاد ثكلتك امك يا معاد وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد والسنتهم اسأل الله ان يوفق كل من نشر هذا المقطع وان يكون في ميزان حسن